الآن الأردن الحقيقة في البداية الأحداث أنا منحكي على مستوى الدور الأردني في بداية الأحداث يعني أنا ما كنت راضي عن الموقف لكن فيه تصاعد دائم ومستمر من أول يوم لغاية هذا اليوم هذا التصاعد الحقيقة هو اللي أرضاني أنا بالنسبة إلي كنائب وكممثل للناس وأعتقد أنه الناس شوي شوي بلش ويحسوا فعلا أنه الموقف الرسمي عم بزداد قوة وكانت نقطة تحول قصف المستشفى المعمداني حرر الأردن شوي حررها على مستوى المواقف الدولية والملك قام بزيارات خارجية الملكة يعني أنا أبدأ أحكي لك شغلة معاد على مستوى السوشيل ميديا واللي بتابعونا انتشرت مقابلة كثير على مستوى العالم العربي تاعت باسم يوسف اللي مع مورغان ببريطانيا وخاطبوا المجتمع العالمي وأوروبا وأمريكا وما إلى ذلك وكل أشاد في باسم يوسف في هذا اللقاء على الرغم أنه إحنا يعني قلنا هذا بخاطب لغة الغرب على الرغم أنه بالحلقة الأولى شتم حماس شتيمة يعني كذا أم حماس وقلنا معذور عشان إيش يمشي ويخاطب هذاك المجتمع بالمقابلة الثانية سألوا حماس إرهابي قال نعم إرهابية وأكس سمر وكثير من العرب عذروا أخوانا المصر وكذا عذروا وقالوا أنه إحنا بدنا بدي وصل لسالة للغرب يمكن عذروا عشان جابت مشاهدات كثير ديربان ممكن ممكن لكن أنا بدي أعطيك المثال أنه الملكة راني طلعت على السينين والمذيع لقائين برضو والمذيع بده يعني يزدقها في موضوع حماس وإرهابية وأنه تنطقها ولم تنطقها ودافعت عن المقاومة الحقيقة هذا برضو إحنا هينا الملكة بتخاطب السينين وبتخاطب المجتمع الدولي وعلى الرغم من ذلك أي من استفدي وزير الخارجية أنا عمري ما مدحت وزير يعني علنا لكن لما يقول لك حماس فكرة والفكرة لا تموت يعني مين وزير خارجية حكاها يعني الحقيقة يحسب له طب أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب قال لا أحد يزاود على المقاومة والمقاومة هي صاحبة الأرض والقضية ولا يستيقاعد لمجاهد يعني تصريحات قوية لما الملك طبعا التصريح الأهم يعني يقول أن التهجير يعني أي تصعيد في ملف غزة يعني إعلان حرب على الأردن هذا له دلالات كبيرة أنا مش من عادتي أشيد في الموقف الرسمي لكن أنا بدي أقول لك في البداية ما كنت راضي لكن لما وصلنا لهذه المرحلة تمام الإنعطافة الأخيرة اللي كانت بإلغاء اتفاقية الماء مقابل الطاقة هاي نقطة مهمة جدا معاد أنا كنت مشدد عليها وأنا شبهت عبر وسائل الإعلام بأنه إذا وقعنا هذه الاتفاقية كمن يلبس الأردن حزام ناسف ويعطي صاعق التفجير لنتنياهو فجرنا وقت ما يبدك أنت منف الطاقة بيدك ومنف الماء بيدك بتجوعنا بتعطشنا بتسوي لنا بتطف الكهرباء علينا لكن هنا الآن الحديث أنه إحنا ما رح نوقع هذه الاتفاقية والحديث أنه كل وادي عربة أصبحت على الرف وعليها غبرة حسب تصليف وزير الخارجية